السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحالكم شبابا سكي طيبين. اليوم قدم لكم مراجعة لعبة كوتا القدمة الثانية. بيس الفين تساطاش. صراحة ما طخيت اني ارعب بيس السنة دي بس. على خساسة فيفا ختا لقيتها بتخفيض بلستور. يلا نجربها. صراحة في اختلافات في الليل. يعني انا متعود على فيفا. من جزء اثناش. ولا ايداش شدار امار. ايه ايه ايام بسوري ثري. المهم انا بيس كبيتها من الفين وداعش مدري. نسخة الفين وداعش مدري الفين وعشرة. يعني في نسخة كراتني بيس صراحة. من بعدها ما جربته. الا الشريط هذا اللي جربته اول الشريطة جربع الجيل الجديد. صراحة من زماعن بيس. ما ادري كيف. بتحود على نظام فيفا انا صراحة. طيب جربتها شوية. جربتها شوية. انا حد ما نزلت تخفيض على فيفا اشتايت فيفا. رجعت العادي سنزوي. طيب الهم راجعت هان ان شاء الله. طيب. فيفا. هذه الجزء رقم تساط عالميا. يعني في اليابان. يعني عشان. ممكن تلخبطوه بين. اذا احد مهتم يعني. تلخبطوهم في الاسمه وكيف في اليابان. وبيس اه فرحال عام. كذا اليابانية ومخ. مش 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 دراني عام. مش دراني عن تفكيرهم كذا. اللي خاص خلوه بيسهم واحدة بس. المهم هي مني الشركة. الناشر حقها اخس شركة العاف فالتالي. كونام. كونام يذي اللي خربت علينا سنة هيل. خربت علينا بتل غير. كملتها ببيس. عن بيس خربتها من الزمان. بس. لازم يتخرب دي الشركة على ويناء. للاسف. للاسف. المهم. ايه نزالت دابل فيفا علينا بيخذون اه. ليش انا قدت اه خربت الجزء بيس لل. حقوق اه دورة ابطالة اوروبا السنة ذي. مو هو بيس. بيس كانت تتميز بالشيء الوحيد هو دورة ابطالة اوروبا. دورة ابطالة اوروبا السنة ذي اخدت فيفا. عجبت. حظ عاطي. المهم. هي زاد تاريخ ثلاثين ثمانية الفان ثمانطاش. يعني انه ما يخذون الجو على فيفا والسيزيك كده. يعرفوا اللعباتهم متى مشي سوقها. المهم. طيب. من خلال تجربة اللعبة. القائمة الرئيسية اصلاها متعودة على قائمة فيفا وشوفها احسن. هذا شوفها يعني قائمة كلام يعني. بس احسن شي فيه يعني. الفريقك اللي تسوي في الاونلاين بديك تلعب فيه مع الناس. مع اخويك يعني لحد اخوك ولا بحمك جاء عندك في البيت تيم. بديك تلعب بفريقك اللي سويت في الاونلاين تيم. ما اسمه 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 كونت كلوب. ادري الشي. ادري ايه ماللهي مادري كلاعتم. المهم. اللعبة لها ايجابيات. من ايجابيات انا اشوفها كويسة. انا ما جربت زي ما قلتكم. ما جربت اجزاء اللي فاتك. بس اقالوا انها فيفا. فيفا 18 ما يعني رسوماتها يعني احسن من فيفا. حتى فيفا 19 يعني رسومات اللعبة كويسة. فيها واقعية كويسة. حتى حركات اللعبة وفي تحسين في الاجواء. ويعني ها. في رداء اللعبي ايه. لهم ردات فعل على. الجمهور ولا اذ كان الطقس مطر يعني تف ردات فعل يعني. يعني ما يجيك اللعب الجمار كذا بس اه. عليها لزقة. ولا شي. مو لزقة يعني لازقة جروح. يعني. كذا علينا نطين شي زي كذا. لا لا فيه فيه وقعي شوي. سحلة قاعد توصخ. وذلك شوف اه. اثر الموية عليه. المهم. اه. والتمنيرات فاللعبة صارت كويسة. احسن من فيفا. من جهة. من جهة قادري احسن من فيفا. يعني صحة مريك كويس. طيب. اه. اسمه. في خصية اسمها تعديل اطقم الفريق. يعني بديك ان تتسوي من اه. على كيفك. حلو. شي حلو. بديك تضيف حتى طق مثال. سغير. اه. فيفا ما فيه غير تقميل. هذي فيها ثاسة اطقم. انت تصممها براحتك. يعني كيفك اطلق العنان الخيالة قاعد فيها. طيب اه. طور اللولاين. طور اللولاين هو لوب اللعبة. للأسف يعني. او شي خلتك اللي بيجا بيه. بس عكون. منصف. طور مايك لوب. يعني البكيجات فيه حلوة. يعني بديك تطلع لعبها على مستوى. مو زي فيفا. مغير تحثر فيها. وتكح وتشيب ولسه ما طلعت اللاعب اللي تبه. يعني فيها سهلات. والتحديات واقعية فيها. والبكيجات كروموك في البكيجات. يعني معكس فيفا يعني. او شي اسمه. ايوة طيب اه. من الواقعية ان اه. لازم تريح لعبتك يعني مثلا. مو زي فيفا. مثلا اذ اه. اذ لعبك اه طاقاتهم لازلة تديهم لايقة الفريق ويكمل وزي كذا ومدة عشرين براة بس تحطهم لايق. لا لا. هنا يبيس. لازم يعني بعد عدد معين لانه واقعية مو هو. لو ايش. لاعب ذا. حقيق لو. فالحقيق كمان. تخليها تلعب عشرين مباراة عشان مباراة وربعة. ولا لو ايش. يعني الطاقاتهم يا تشوفها تقل حتى لو انها عالية. شايف? المهم. عاد بيناده الحين بس سلبيات. السلبيات اه. فترات التحميل يعني تاخذ لها وقت. من غير العروض المتكرر حقا الاحتفالات. يعني بس بسات احتفالات ندري مكررة يعني. للأسف اه. بطور رومانتك كلاب. في صعوبة في سفرات. مادري هي السفرات تعبانة ولا ما حد يلعب التوتيب حقها. واذا دخلت قيم يعني في تعليق في شي في لقى. حتى وتصالك كويس يعني. واخر شي يعني زي ما قلت بكم يعني. فقد فقدت اه بي السعيدي. اهم شي فيها هو دولة بطال اوروبا. من غير فيها لسه لحد الحين. الفورقة الانجليزية يعني اللي ما اخذوا حقوقها يعني مسميناها اسمها ثانية. يعني تلخبط قويش اللعب هذي يا اخي. المهم مع كل الكلام ذا. بيس متطورة في نحية اه الرسوم الواقعية. هذا الشي يحسب لها. بس اللي ما بس اذا انت تدور اولان يعني راح يتعاني. يتابي تلعب اولان راح يتعاني. خذها وقت التخفيض لو جاء سعرها. عشرين دولار خمستاشر دولار. خذها ترى ممتعة يعني شوية. اذا بتلعب اخويك ولا شي زي كده. العادي. قدام كل جازع. مو اللي. اللي يعني. للأسف سيد جدا. المهم. هذه بيس. يعني اول واحدة اجربها على الجيل الجديد. يعني قدمت لي اه وقت ممتع. زي ما وقت ممتع يعني. اذا تحب يسخدها. اذا ما تحب يسخدها. اذا ما تحب يسخدها. اذا حاب تجرب شي جديد. اشتريها وقتها التخفيض. عشان ما تخسر فلوسك. هي راح تجيها تخفيضات كثيرة ترى. الحين في الامريكي سعرها ثلاثين دولار مع اه خبثها بلس. والسعودي انا استرها الاوروبا. السعود انا استرقتها من استر. يعني ابتها كانت الظاهر اثنين وعشرين دولار مدير واحد وعشرين دولار. انا ان شاء استمتعتم بالمراجع دي. والقرار لكم في النهاية. والسلام عليكم.